في ظل الإغلاق والأزمة الاقتصادية وترجع القدرة الشرائية أصبح مشكل توزيع الكتب أحد أبرز الإشكاليات طرحاً بين الكتاب خاصة الشباب منهم مشكلة تضع الأقلام الشابة بين حتمية دفع كل مصارف الكتاب من طبعته إلى توزيعه بسبب الأزمات التي يواجهها هذا القطاع في حقيقة الأمر أن مشكل توزيع الكتاب في الجزائر ليس مشكل فقط الكتاب الجدد ولكن هو مشكل وطني بصفة عامة ليس لدينا مؤسسات أو شركات خاصة بتوزيع الكتاب ولا حتى الشركة التي تقوم بتوزيع الجرائد توزيع الكتب ففي كل الدول هناك مؤسسات قائمة بحد ذاتها فيما يخص توزيع الكتب المؤلفين الشباب الآن يواجهون أزمتين أزمة دور نشر وعندما يجدونها لابد لهم أن ينشروا على حسابهم الخاص وبعد ذلك عليهم أن يتصرفهم في توزيع كتبهم هذا ما هو موجود بصفة عامة عند هذه الشركات الخاصة دور النشر أصبحت تحدد عدد نساخية التي يتم طبعتها ونشرها بسبب تدعية كوفيد-19 مما خلف عدة مشاكل بالنسبة للكتاب أنا أرى أن المؤسسات التي يتصرفنا لدينا الكثير من المؤسسات ونشرح لهم أن يمدوا لهم الشركات ونشرح لهم السهيلات لكي يقدروا يخرجوا لهم ويبدعوا توزيع تانية ويجدوا صعوبات بزاف ممتازة لهم البرمات ويجدوا أنهم أنهم تضعوا لهم ممتازة لهم مشكلة قد تهدد رغبات الكتاب الشباب الذين يريدون إبراز مواهبهم وإبداعاتهم القلمية هدف التقدم الفكري في الجزائر فإلى متى سيبقى مشكل التوزيع أحد العوائق التي تعرقل التقدم الأدبي